اشتركوا في القناة 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 هذا الدنيا كبير عند制ه لتنقلة ثم يبدأ انه يجب أن تقلب يجب أن تغالب من السعودة الوضع يبقى أني يكون مرقب يجب أن يجب أن يجب أن يتفيد هو مرقب حتى الآن هدف و هو فيه حیث ومانت مساء بخصص كانت تقريباً تقريباً تكون 30 أو أكثر من 30 وأنا بحاني من أسخي وأنا أردباً عنده 24 أو 24 وأنا وياكاً وبقي لدابة بقي أكوكدي ونهار الحذرة أختفى ونرى ما أقدرش نصبر عليه أباها قاعد من الخدمة ما أقدرش كي يخدم أقدر الخدمة تعيطوا لي قال لي أنا ما أقدر تريتي شفح وجوتي بدي بكي أخوتهم ما أقدرش تقرأوا ما أقدرش القرية قاع باقي تقرأوا ولا لأولدي يعني هم أعقرهم كل شي معه هذا الولد الوحيد هو اللي عندي هذا الوليد المريض هو اللي عندي ودكتد البلد ما عندي شي ولد خور من غير أباها ما صبرش عليه لأخدمة ما أقدرش كي يخدم إذا أقدروا كي تشب حويجو ولا تجمع ما تبقى تبقي الله يززيكم بي خير الله يرحم لكم والوالدين وإسترع لكم كيف حاولت الغلوية تقلبوا عليه؟ قلبنا قلبنا نمشي تقاع على رجلية مشي تل زمران مشي تل ما أخليت في نقلب قلبنا نمشي للمدينة قلبنا نمشي للمدينة قلبنا نمشي للمدينة نعم نعم ما كانش وعد لي قدر يساعدكم وليكم بعيدنا وراء لا ما عمرش حد عيتنا أبدا ما عمرش عد قاعد اطلقنا في سبوك وذلك ما كانش ساعدنا في ولا ما قلبنا نمشي للمدينة وعندما تلقنا في نظر ومشي تلقنا في نظر ما قلبنا نمشي للمدينة ما قلبنا نمشي للمدينة ما قلبنا نمشي للمدينة امشي للمدينة ومشي للمدينة كيف تشتفى الى التخوف؟ كيف تشتفى الى التخوف المتقبل؟ أم تشتفى بلاسة ومتقبل بير ومتقبل بشكل أشياء ام شعر انا لا اعطيته مكان ايضا يجب عريان المشترك للمطفل كنت يجب ان تصبوني لك بسبب الهرب يجب ان اختفى الذهاب لا يجب ان اختفى بسيارات السطح من المقطع درس كنت أحب المسرعة لكم على السبب لقد لم أكن ملكا فمنار دوني أخبروا الناس لقد أخبروا الناس لقد أشخاص من الناس ورقلون والزمران وووحوا مباشرة لم يكن من أشخاص نعم، نعم، ما هي الرسل المغرب التي توجه؟ الله يزيهم بخير، يرحمهم الوالدين في ملقة الوليد، لا يرونهم يحصلون لدكانها، الله يرحمهم الوالدين نحن سكن في دكانه، الله يزيهم بخير رايا ريفي ريفي هو ببا هذا الوليد، رايا ريفي هو سكن هنا في مرقش كانت المحل دينا ساكن لديهم دقيوم وقد قاموا بشرينا ناس كننا في دقانة ما هو المرطة ؟ لديه كليد معطوضة لي لديه واحد عداد مكرا مشيليه وعنده واحد ضربة في الوجه عند الحاجب والتي يشوفه بحرما كيف تحول عيني وعنده الولدتين بدئت يطلق هكذا ساعة و يتوقع الدقيقة المكان في الحياة و يتوقع الدقيقة في قطع الدقيقة و لم يكن لدينا عيادات في أمين و لم يكن لدينا مغادي فهو عدد العيادات و لم يكن لدينا عيادات في أمين أخذت المخدّاة و هذه حالة هي لعبد الرحيم هذه هي حالته وماشاء الله والله يزيون بخير اللي شافوا يعلم بنا وهذا أدن مير الله يرحم واليد شكرا الله يرحم واليدكم شكرا أسيدي أنا اسميتي السعودية أم عود الله يزيكم بخير شكرا الله يرحم لكم كما تبعتم معنا متتبعين من خلال المباشر نحن مع إلتح عبد الرحيم كما سمعتم على الليسان الأم كما تشوفوا هذا ود والتي يأخذ عبد الرحيم لأنه مريض نفسيا وتلزموا أنه يأخذ الدواء الأم تيالو اللي عايشة يعني متتنعش لا لا بالنهار كذلك الحالة دي الأب اللي كان دائما تخرج باش أنه يخدم باش يجيب هذا الرزق اللي ولداته بعدما هذا هو الابن الوحيد في أخوته يعني عنده تلاتة الخواتات وهو الابن الوحيد البكر في العائلة اللي تعاني من هذا المرض يعني من الصغر ديالو وهذا الابن هذا وهو تعاني من هذا المرض العموم هو عبد الرحيم يعني كان أنه دائما تحاول أنه يهرب من المنزل لأنه مريض بطبيعة الحال نفسيا يعني وعاد لك أنه جيران تدرم جهودات أنه ترجع تل المنزل لا تنعفو أنه الوالد اللي اللي حسن العوان محلت الأمش قدير الضار محلتها يعني الأمور العائلية محلتها الابن اللي مريض اللي قصد قبله بالليل وبالنار دروكة يعني اختفت لابن عبد الرحيم يوم من الأحد في ظروف غامضة الأم درت مجهود أنه مشت لدوار الحركات مشت نزالها مشت يعني زمران تتحول هنا في جمعة التسلطنت لا ربما وعسى في أي لحظة تلقى عبد الرحيم في شي مكان وترجعوا للمنزل بدون جدوى يعني التجيران دروا مجهود كبير باش أنهم يلقوا عبد الرحيم ولكن بدون جدوى لدروكة الأم ولت عندها خوف والأب اللي يعني طريح الفراش مبقى خرج تيخل شي يخدم لأنه أبغى الإبن يرجع للمنزل يعني يخلى للخدمة وخلى كل شي وتشوف الحويش دياله كما تقول الأم فاطمة تشوف الحويش دياله تيجي دموع تيسبق العينه لأنه لم يكن يظن اليوم أنه عبد الرحيم يختفي في هذه الظروف وهذه الطريقة من المنزل العموم تتمنى منكم متتبعين من خلال المباشير قدر الإمكان قدر المستطاع أنكم تساعدوا هذه العائلة عبد الرحيم اللي سكن في جامعة السلطان دوار تكان أنكم تساعدوا من قدر الإمكان باش يعطروا على عبد الرحيم الإبن المختفين لمريض عقليا لأنه خايفين إليه هذه دواء ديالو ويعني ما عرفوش أشوق عليه بالضبط هو الرجاء والأمل فيكم متتبعين أنكم تساعدوا عائلة عبد الرحيم باش أنه عبد الرحيم يرجع للدفع العائلة ورجع الحضن العائلة ورجع الأم اللي ما تتشوف لا راحة ما تتشوف يعني ما مرتاح بسبب عبد الرحيم اللي اختفى في ظروف غامضة تنتمنكم أنكم صادقا أنكم تساعدوا ديال الأم وديال الأب بالنسبة اللي بيتتواصل معهم ولقوا عبد الرحيم في مكان أن يتواصلوا مع العائلة باش يساعدهم باش يجرع عبد الرحيم للعائلة ورجع أنه يعني الأم ديالو تقابله يعني ويشد الدواء ديالو باش أنه يعني تمثل شوية شفاء شكرا لكم متتابعين وتحية لكم خلال المباشير متتابعي قناة شوف تي شوف تي